انطلق مهرجان الهيجن في نسخة ثانية من السباق في مدينة العالمين الجديدة وبمشاركة المئات من المتصابقين من أكثر من خمس عشرة محافظة يعد المهرجان أحد الخطوات الهمة التي ساعدت على تحسين نسل الجمال ونوعيتها بالنسبة لرواد السباق من المصريين رفعت الحواجز لتنطلق الجمال مسريعة على مدمار مدينة العالمين الجديدة في النسخة الثانية من سباق الهيجن في الحضور انتهى من أكثر من خمس عشر محافظة موجودين اليوم أو تسعمية وعشرين مشارك نهضة كبيرة في العادة الهيجن في مصر نتوجه بخالص الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه للتراث الأبائي والأجداد الهيجن ونحن سعيدين صراحة أن الدولة في كل خطوة معنا تنظيم عامل من عوامل النجاح والعامل البشري بالنسبة للعناصر المشاركة شارك بالمهرجان ما يقرب من تسعمائة ناقة من مختلف محافظات الجمهورية من قناة وسهاج ومطروح وجنوب سيناء وذلك باثنين وثلاثين شوطا على مسافة ثلاثة كيلو مترات إلى خمسة كيلو مترات ليخرج الفائزون بجوائز مادية مجزية احنا شاركنا في المهرجان هذا منذ سنة منذ العالمين الدولي ومبسوطين الموضوع طبعا ده جديد علينا كمحافظة مطروح احنا فرحنين بالاحتفال وبالميز وبجميع الميز الامتياز اللي هنا احنا فرحنين به واخنا نحتز به شاركوا به نحتزوا به بالجمال ونحتزوا بالعرب المهرجان يعد احد الخطوات الهامة التي ساعدت على تحسين نسل الجمال ونوعيتها بالنسبة للرواد الصباق المصريين ووضع مصر على خريطة صباقات الهجن عربيا وخليجيا مهرجان وصباق الهجن بالعالمين الجديدة في نسخاته الثانية جاء على هامش لقاء اخوي بين جمهورية مصر العربية واشقائها العرب لا يتميز هذا المهرجان بالصباق والجوائز فقط بل يعد فرصة حقيقية وواعدة لفتح افاق اقتصادية جديدة في عالم الهجن والجمال كريم بيبرس التلفزيون المصري